فبنقول كمان الفيتامين دال ايوة حشان نساعد على البالنس من الكالسيوم والماجنيزيوم فدول التلات حاجات اللي بناخده البوتاسيوم والماجنيزيوم والفيتامين دال حزابت حقيقة من الشاعر بيت صغير انه بعض ادوية الضغط اللي فيها مدرات بول صح بتقلل نسبيا البوتاسيوم في الدم فبتزود التقلصات فدول اللازم المرضى اللي بياخده ادوية خفض ضغط الدم وتكون مدرة للبول لازم ياخده بوتاسيوم خارج لو جالهم تقلصات نصر على الموضوع ده نقوله كل الفكهة استجاب للفكهة يبقى تويس ماستجابش الفكهة بنوجهه يرجع على دكتور بتاع الضغط بتاعه يقوله نجيه تقلصات يبقى قدامنا حال من اتنين يعني غير الدواء يعني غير الدواء يعني غير الدواء يديلوا انواع بوتاسيوم ستوريليس بقى بطيئ اللي تعدى رأسه ودواء كده بس انت طبعا بوتاسيوم بيأثر على حاجات اخرى ما بيتخدش كده من ما بيتخدش من من طول العظم دكتور اللي بيزبط الضغط هو اللي يزبط البوتاسيوم حضرتك جبت سيرة فيتامين دال يا دكتور نعم وفيتامين دال انا استشعر ان احنا عندنا مشاكل كتيرة يعني اغلبنا نعم عندنا مشكلة في نقص فيتامين دال وعندنا حاجة تانية انه بعض الاراء الطبية بتقول انه بيكون فيه اعراض نقص فيتامين دال مع ان التحاليل بتكون سليمة يعني هل فعلا ده كلام مزبوط ولا يعني بيكون مستوى طبيعي ولكن الاعراض بتاعت نقصه موجودة هل ده يعني ممكن بس بس ده النادر هو في الحقيقة المجتمع يوجد فيه نقص فيتامين دال كتير اه 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 يمكن برضو مهول شوية بس فيه نقص فيتامين دال ما فيه شك اه احنا كنا بنشوف الكلام ده في المنال جي من الخليج اه من زمان وللأسف بقى موجود في المجتمع المنصر اه ايه المشكلة المشكلة انه اه ما بنعودش في الشمس كفاية ايوا لما بنعود في الشمس بنبقى من وراء زاز اه جوه عربية وراء في تكييف ولا حاجة زي كده اه ولما ولما بنخرج للشمس معظمنا رجالة وستات بنبقى لابسين كل هدوم لما فيش جزء جبير من الأشعة بتخش حالجلد مباشرة صح تمام فاصبح عندنا مشكلة انه ما بنتعرضش للشمس كفاية اه اضيفي على كده حضرتك ان معظم بيوتنا ما بقاش بيخشها شمس بزاد في المدن صحيح احنا بنقول ان فوق التسعين في المية يمكن يمكن في احصائية اخرى اه تسعين في المية وفي عقبية خمسة وتسعين في المية من السيدات اللي بيعيشوا في مدن مصر المحروسة اه ما بيشفوش شمس كفاية عندهم نقصر عاية من دي نسبيا اي اضيفي على كده كمان اه مشكلة انه اه اطفالنا وشبابنا في معظم شهور الصيف بيصهروا طول الليل ويصحوا بيصحوا على العصر ويزا كانش البغر وده طبعا ده يعني اه سلوك غير مقبول غير اه للأسف الشديد فكل العامل دي قدت الى ظهور اه تفشي نقص بيتمدن الموضوع ده لازم احنا نكون وعين بي ونعمل حاجتين احنا نعملهم وحاجة مطلوبة من الدولة اه الحاجتين احنا نعملهم احنا نتعمد احنا نقعد في الشمس اه طريقة مباشرة ونخفف من ما لبسنا بحيث ان احنا الجلد يدنا تعرض لأشعة الشمس صحيح تاني حاجة اه اللي مش هادر يعمل كده وباستمرار وده معظم الناس مش القلة لازم ناخد فيتامين دال ايوه اه ولو ولو اه بالكميات بسيطة والفيتامين دال في منه نوعين اه انواع واشكال طبعا يعني اصدي في الجرعات فيه المرة النوع اللي بيتاخد مرة في الأسبوع وفيه اللي بيتاخد كل يوم انهي افضل يا دكتور لانه برضو طلعت اراء قالوا انه اللي بيتاخد يوميا دلوقتي بجرعة اقل هو الافضل اه قدرة الجسم على الانساس بتكون اعلى فهل ده كلام مظبوط اه خليني اخد خطوة الوراء محمد بيب وقول لها حقيقة انه انه نقول اول فيه الحؤن وفيه القراس الحؤن اسرع اه فيه حؤن كمان لكن لكن مش هزقول اقل امانا بس القراس اقمن سن القراس اقمن اقمن سن القراس في منها اسبوعيا وفي منها كل يوم بصراحة الانتصاص بتاعت الاسبوعيا بيشتغل بطريقة غير اللي بتشغل كل يوم كل يوم تعتمد على المستقبلات اه عدد المستقبلات المتاحة عشان تمتص لكن اللي بتتخذ كل اسبوع او كل شهر بتبقى عن طريق انه بيزود التركيز جوه الابعاء فيتغضع عن المستقبلات تمام الاتنين بيوصل نفس النتيجة بس في الناس اللي عندهم مشاكل اعمق اللي كل اسبوع اقوى بيكون اقوى مش هستنى المستقبل لكن في الحتة دي التحليل انا مبطلبوش كتير لك الناس كبار بنحاول ناخد ستمائة الف وحدة في السنة بغض النظر عن انه يتخذ ازباعيا ازباعين شهرين اخوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة